مرحبا بكم. اليوم شاعلوا مع بعضنا. وصفة هي صعيبة في الأصل. أما سهلة في التطبيق. المينيارديز بالطريقة الأصلية متاعه. هي حلوة فرنسية معروفة. عملوها بطريقة تقليدية عادية. مبعد ولو عملوها بخيبارات شامت على السكر فلوغونتان هذيك. الوصفة هي الفلوغونتان نحن سميناها مينيارديز. فلوغونتان اسمها. الوصفة هذي تتكون من المقادير اللي بش نقول لكم عليها. سهلة لتستحق سكر بشيوه. السكر غالي. الكروكان ولا الفلوغونتان غالي ومش ديما تتحصل عليه. سيخطول البرة مش متوفر كيف على الانترنت. حسيلو. الوصفة بش تكون سهلة على اللخ. أما هوني التجربة لولا معايا. أنا جربت حاولت تزد حاجات ونقصت حاجات. لكن بش تعطيكم ديزاستوس. ما تتبعونيش كمبليتما. أتوقلكم كل شي بالتدقيق. هنا عندي مئة وتسعين جرام سكر. قد السكر. الحبيبيت عادي. وعندي مئة وتسعين جرام كريم فريش. وعندي هوني عملت أربعين جرام زبدة. أما ننصحكم تعملوا كان مغرفة صغيرة زبدة. أنا معناها ندمت عليها من بعد. أما مسيلش. مئة وتسعين جرام كريم فريش. مغرفة صغيرة زبدة. ومئة وتسعين جرام سكر. ومغرفة كبيرة عسل. الملوطة حتيت العسل ما تصورش ما شفتوهش. والحكة ذي الكريم فريش فيها عشرين سنتي لتر. راهي وزنتها توزن مئة وتسعين جرام بالضبط. حكة بتاع كريم فريش ثلاثين بالمئة. ما تكونش أقل. وهوني عندي مئة وتسعين جرام جلجل. قصته لكم بالكيس. الكيس متاع ميتين وخمسين ميلي لتر. تعبيه قد قد جلجل. وتزيد عليهم غرفة. والسكر الكيس متاع ميتين وخمسين ميلي لتر. معناها تعملوا بقدار ميتين. يعني كيس ينقصوا شوية كهو. مش لازم حتى بالميزين يعني. هاو كجلجل. أنا هوني ما حمرتوش. اللي حبي يحمروا يحمروا على روحه. هوني خليطوا أنا كيما هو هكاكا. خطر هو بشيتيب كمين في الفور. بشيتيب بشي يغلي معناها بشي يطلع على المطعم بتاعه. كيما تحبوا. هوا ما عندكم مش مش متوفر. أعملوا اللي عندكم. الهني طبا نحوط لبخيبارسيان رضيها لكلها تطيب على النار. انا حسبت لكم بالوقت قديش تطيب بش توصل لمية وفمنتاشن درجة لي عندو ميزين. طب ما تحطها. حركها مليح. ردوا بالكو السكري وليلكم كراميل. صار معايا أنا من لول. أما الحمدول الله ذيب من بعد. الزبدة كيما قدتوكم حطوا مغرفة صغيرة كهو. والعسل يعطي بنا نكهة وميخليه شي سكر معانا من بعد. بغرفة كبيرة عسل يظهر لي نتصور الناس اللي كلها تنجم تقدر عليها. الهني خليه طوا يغلي. يغلي تقريبا عشرين دقيقة بين تسعتاش وعشرين دقيقة بالضبط على نار عالية. حتيتوا على نار عالية بين تسعتاش وعشرين دقيقة. قاعدت نحسب. هوني بش نوريكم. كل درجة يوصل لها كيفيش تكون القويم متاعو. بش تعرفوا معنا مية وفمنتاشن درجة كيفيش يكون القويم فالأخر. هوني في الأثناء خليته يغلي وحضرت لمول سيليكون متاعي. نجمو تعملو في المول السيليكون متاع الكاب كيكا. خطر اينا هوني زاد الغلطة ثانية اني عملت عبيت معناها الكمية في سيليكون صغير. دهنتوا بالزيد. اما ما دام عندكم الزبدة في وسل بخيباراتيون ما تخافوش. مش لازم عنا تدهنوا الزيد. انا هذك زاد اللي حطاني جريس اكثر. هوني هاو كوريتكم زاد. هاو كوريت اخفر اكثر. وصل مية وعشرة. طوى في كل اكثر. بش يوصل مية وثمنتاش. اذا من مية وثلتاش ولا اربعتاش راهو فيه سعبش يطلع للمية وثمنتاش. بهاوى نعمة سنو 19 و 20 دقيقة اهو كيفاش القوام يوصل يوصل 18 درجة هوني راهو تنجمو و توصلوه المرحلة انو طول تحطوه في السيليكون مغير ما تدخلوه للفرن انا ما جربتش اللي حبي يجرب يجرب سنو يعمل طريقة هذي انا جيت على بالي في موخي قلت نعمل هكذا طاوة حتيت الجلجلين متاعي في البخيباغاسيون وهي سخونة و تضعها في القويل بسيليكون ناصيحة انا حتيتهم السخونة و اضعتها في القويل بالسيليكون و الفرن متاعي داجا يخدم على 140 درجة بيش نحطهم طول انا ننصحكم انكم تخليهو يبردوا في القويل بالسيليكون قلت ممكن نزيم حطوهم في الفرجيدير و من بعد حطوهم في الفور يكون لكم خير من انكم تحطوهم سخان في الفور هذي حسب تجربتي انا عليش تو تشوفوا من بعد عليش ونفرغهم لهناء انا عبيتهم ذاك عليش فضولي من بعد اما راهوا نورمال ما يرجعوا في نفس الحجم بتاعهم يعني اما من الاحسن والمستحسن انكم متعبيوهمش للفوم انا حطيت مغرفتين صغار في كل كعب انتم متنج متحطوا مغرف لهناء كيف كيف نورمال ما متعبيوهمش للاخر انا عبيتهم وهوني انا كي حطيتهم قرروا دجاك الزيت متع الزبدة خرجتك الزيت متع الزبدة على برا خليتهم قلت خليتيبوا فيهم باش ميلسقوا ليش كمين في السيليكون اما حكاية فارغة راني يقيت حكاية فارغة ياسر 40 جرام مغرفة تكفي معناها باش ميلسقوا ليش وطبعا دخلوهم للفورن على 140 درجة مدد عشرين دقيقة يظوها لعشرين دقيقة بين 19 وعشرين دقيقة ما زدها في الفورن يكملوا طيابهم حتى وإلا تشوفوا اللون بتاعهم يتغير ايو اللي ذهبي لهنا هاوكا في الفورن كيفاش ريتوهم أنا كريتهم عملوها كيكا طول لميتهم بالسكينة هكا باش ما يتيحوا لي شوي يعملوا لي الدخان في الفور وقعدت كيكا ويقف عليهم يعني هوا ما يجيبش يتيحوا ونلمهم وما يجيبش يتيحوا ونبعد على جنيه حتى للي هذي الصغيرة طابة قبل لونها بداي ولا دوري هبطها حطيتها على البلانش وبدأت نستوي في الكعبات الرجع فيهم بخطر طول معناها هي بازالوا سخانة يشدوا القالب متاحهم تدوب ما تحطهم في تلمهم في وسط القالب يشدوا الفورن هذيكا ما تخافوش منهم أما تزربوها سنو يبردو لكم وما يشدوش الفورن وتنجمو التستي ويعني تاخذوا شوية كي ما عملتنا بالسكينة خليت الطرف طول حتيتوا في الماء البارد هوا حتيتوا في الماء البارد لقيتوا ولا قالب بالقدي ميزموش يكون يتغرمش معصر علخ يجبو يكون بين بين كي القوم يعني طبع باش ناخذ المغرفة وننزل عليهم بالمغرفة باش يخذوا الفورنة بتاع القالب ويتستويوا لجنابة متاحهم وكهو نخليهم يبردوا كمبليتما كيف كيف ذاك ازادا خرجتوا من بعد خطر القالب أكبر خذي وقت أكثر أكثر من 20 دقيقة تقريب 23 أو 24 دقيقة خذي وريتوا الزبدة كيفاش هابطة يعني زيدة حكاية زيدة الزبدة طبع غخذيت بابير وقعت انتص في الزبدة باكل بابير هذيك وحطيتهم في الفرجيدير باش يبردوا كمبليتما خليهم بسع يبردوا بحارة الغرفة وبعد حطوا الفرجيدير مبعد عملت من الصنهار في الليل اه جبتهم وحضرت شوكولاتة عندي 200 جرام شوكولاتة بيضة وإلا كحلة وإلا بالحليب باش نذوبها في الميكرواند او كتجمو تعملوا حتى لأي نوع متاع شوكولاتة وإلا تعملوا عجينة اللوز والعجينة الفاكية اللي عندكم الزينا ترجع لكم لكم انتوما كم لحدي زين كم يحب هوني باش نرخفها بمغرفة صغيرة مغرفة كبيرة بلوتو خضر 200 جرام بالزيت باش نرخفها بالزيت باش ما تبداش تتجرمش وقت اللي واحد يبدأ يكل فيها تبدأ هكا مرخوفة شوي وزيت الزيت يعطي هكا لمعة هوني طوا بعد ما بردوا كمبليتما خرج لكم كعيبا نوري هلكم وتتجبد كلكراميل وبنينا بنين بنين على الأخير أنا عمري مضقتوا المينيارديز ما نعرش معناها كما مطعمه في الحقيقة وطوا خليتهم في القوالب متاحهم وحطيت فوقهم الشوكولاتة وبعد ندخلهم فيس على الكونجيلاتور من با خمسة دقائق ثلاثة دقائق فيس عيب وتهبطهم تكمل الزينة بتاعك والمينيارديز متاعك هذو معلمت على الكوكياج باش نعملهم كما المحارة هكيا أوكا ناخد نحط الكعبات على بعضهم بديو فرد كوبر شوفوا كيفاش يلقوا ما زلوا بيردين لهنا بيردين الفرجيدير ما زلوا كبوسين بالقداء ما نخدموا بهم كما يبدو بيردين باش نزينوهم خاطرهم يجب أن يكون فيهم الطراوة طوا باش ناخذ مكلا شوكولاتة بيضة هذيك ونعملها كلكول للمحارة في الوسط كيكا ونمسح الزايد من فوق باش ما يظهرش من بره بيض وطوا حطيت عندي دي كوبة متاع نواة كوكو شريطهم حاضرين هما حلوة متاع نواة كوكو وإلا تعاملونهم كعابر بالشوكولاتة يعني ولا بلي عندكم بلي تحبون إن شاء الله حتى ربع طبع سكر ولا اشترتها طبع سكر كيما لك اللؤلؤة في وسط المحارة هذي كانت التجربة معايا اللولة خمامت فيها وقلت نحاول نشوفها معني كان نشحة وإلا فاشلة كان نشحة نوريها لكم نتقسمها معكم التجربة وكان فاشلة بتبيعة ما نحط هاش أما الحمد لله نشحت ويسر روعة هوني كملت المحارات متاعي باش نزيانهم عندي دي باغ هكا حلوة باغ البيضة باش الرش فوقها شوية وبعد رجحهم للفرجيدير باش يشدوا رواحهم ونحطوهم في التقديم أنا علش حاتنا في الفرجيدير حتيتهم خاطر الفورن متاعي كان يسخن دي جاب نزلتك طيبت العشاية وقتها بعد ما طيبت العشاية ودار سخونا على الاخر دونك رضو بنا نخليهم البرا يلسقوا في بعضهم ولا المهم أتوا تشوفوا القوام بتاعهم في اللخ هذو ما صي هو كبردو كعبيت اللي خريني فاضولي شوية وقت لحزيتهم تحركوا أذيك عليش يزوكم تحطوهم فوق طبق باش معنا طول ما كتبق تحطوهم في الكنجلاتور أما مش مش كلا بعد بس كينة نجمو تنظموه ما هاو كلا حراف نجمو نستيوهم بالسكينة سوغتوك تكون ماخذتش برشة وقت في الكنجلاتور هوني حضرت طرف حلوة ملونة بفريوة بقشورها وبفريوة قصيتها ولوز مقشر ولوز قصيته تروف تروف وشوش وارد عندي لهن شوش وارد نزين بيز هذا زين بلي تحبوا بالكاكاو بالسكر البنية باللينوات كوكو الموجود عندكم بالشوكلات شوكلات كحلى وتعامل عليها زيجزاق وهوني زين كما قلت ترجع لكم لكم وانتوما هوني عندي سكر بني تفكرت عندي سكر غير مكرر مش بني ذاك سكر غير مكرر أصلا يعني قصب السكر ذاك مرحي حطيت وفوق هكي كزيان توقع وحضرت باقي المينيارديز متاعنا مزي عن لخر عجبني وفي الطعم ولا أرواع هيا تكستور متاعو هذا يرى وخرج من الفريجيدير عنده برشرا يعني قاعدوا البرة بالكدير بالكدير هذا بليش فريجيدير بالفريجيدير ما نجم بش نحلو يتوه كيفاش يتجبد كي النوغة نوغتين ولا النوغة حسيلوا ياسر رواعج بتني الوصفة على الأخر تابعوا المقادير كما قلت لكم وتنشحوا فيها بإذن الله وتابعوا النصائح خاصة القوالب حطوها في قوالب غارقة كما الكابكيك وعبيو غرفة كبيرة كهو يعني مش لازم تعبيوها برشا أطاو يغلي ومبعد كي تخرجوه يبرد يعود شد بلاستو هكهو وهذه وصفتنا كانت لليوم إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم وفي حلقة أخرى ووصفة أخرى إن شاء الله وبسلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة